في الحديث إنه إذا رفع العبد يديه من السماء وهو عاصي فيقول يا رب فتحجب الملائكة صوتا فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوتا فيكررها في الرابعة فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عني لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي يا ابن آدم خلقتك بيداي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصيني فإذا رجعت إلي تبت عليك فمن أين تجد إلها مثلي وأنا الغفور وأنا الغفور الرحيم عبدي أخرجتك من العدم لبيك عبدي إلى الوجود وجعلت لك السمع والبصر والعاقل عبدي أسترك ولا تخشاني أذكرك وأنت تنساني أستحي منك وأنت لا تستحي مني من أعظم مني جودا ومن ذا الذي يقرأ بابي فلم أفتحه له ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه أبخيل أنعاه فيبخل علي عبدي